اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نمبر سيكس هناء loves animals يعني هناء بتحب الحيوانات so she wants to be ولذا هي تريد ان تكون a fit اللي هو طبيب ايه طبيب بطريب نمبر سيفن Luxor is a city يعني Luxor تكون مدينة is famous يعني مشهور across the world يعني عبر العالم طبعا لما بنجي مكان وبنجي فعل بناخد a which نمبر ايد I don't know where Lina is يعني انا لا اعرف اين تكون Lina يبع عندي شك طالما عندي شك يبع نقول شي might اللي رقم c يعني من المحتمل have gone يعني ذهبت توزا سبورت سنتر الى المركز الرياضي نمبر نايم after seven days يعني بعد سبعة ايام they arrived in Cairo يعني وصلوا في القاهرة زي ميت عمر المكان الذي فيه قابل عمر يبع الذي فيه او التي فيها يبع كلمة where هنا اسم مكان وبعدين فيه فاعل وفعل وما فيش حرف جر نمبر تن a thief stole a thief stole يعني لسه صرق something يعني بعض الاشياء from our store يعني من المحل بتاعنا لان steal تغطف الجر from يعني من المكان المعين تعالوا بنا كمان شكوا صور المحادسة كده بقول اي complete the missing parts in the full one dialogue huda and selma huda وسelma are talking about يتحدثون عن selma's new mobile الموبايل الجديد فهدا بتقول لسلمة is this mobile new يعني هل الموبايل ده جديد اكيد طبعا جديد عشان خاطر هي سألتها سؤال تحت وقول لها who put it for you يبقى هنا هتقول لها yes it is yes it is طبعا اي فعل مساعد او ناقص في اول الجملة يكون معناها هل ويجاب عنه yes أو no يعني is هنا معناها هل يكون وبالتالي هنستخدم yes وبعدين نعمل عنوية المقص عنشيل كلمة مكان is mobile هنكتب it ونكتب بعدها is السؤال التاني هو who put it for you من الذي اشتراه لك طبعا احنا مش عارفين بص كده في اللي بعدها بقول you're far لما بنلاقي الإجابة اولاد بعلها exclamation mark لأعلام التعجب تعرف ان إجابة السؤال ده هي اللي فوق بالظبط بس هنحاول you're to my فتبقى my a my five بسألت السؤال ثاني فقالت because i have fast لأنني اشتست my final exam فانا ممكن نكون هنا اختصر الكلام ونكتب وعلي لماذا لما نلاقي كلمة because نسأل بإيه بلماذا لماذا يعني لماذا يعني وانا i have fast لأن اشتست my final exam فسأل يعني هدى سألت السؤال وقدت لها سأل ما إيه he put it last week يعني اشتراه الأسبوع الماضي بس السؤال هيكون متى اشتراه متى يعني يعني وين طيب هنا بعد الفعل اللي هو هي في فعل مساعد أو ناقص لا بل فعل هنا put في الماضي يبقى نجيب a did يبقى وين did وبعدا نكتب الفاعل اللي هو مين اللي هو هي وبعدين نجيب الفعل في المصدر المصدر من put يبقى a bravo by وبعد it يعني وين did he by it يعني متى اشتراه read the following passage then answer the questions يعني اقرأ القطعة ديت واجرب على الأسئلة ديت Mr. Ahmed is a teacher of English at a preparatory school in a remote village in Upper Egypt يعني Mr. Ahmed مندرس لغة انجليزية في مدرسة اعدادية في قرية معيدة أو منعزلة في صعيد ناس أبر يعني صعيد he does his best to make his students fluent in English يعني يبزل قصارى جهده لكي يجعل الطلاب fluent يعني طالقين in English في اللغة الانجليزية he thinks it is the most widely used language all over the world وانهو يعتقد انها أكثر لغة تستخدم على نطاق واسع في كل أنحاء العالم Mr. Ahmed is a good model for young teachers because he is updating himself all the time by attending a lot of teaching workshops and using the internet for the same purpose Mr. Ahmed قدوة للمدرسين الصغار لأنه يحدث عبدية عن يحدث نفسه باستمرار by attending يعني بحضور الكثير من ورشات التدريس ورشات عمل يعني واستخدام الانترنت لنفس الغرض he is well liked and respected not only by his students but also by each one in his village إنه محبوب ويحترم ليس فقط بطلاع عن طريق طلابه ولكن عن طريق كل فرد في قريته although he is still single he treats his students in a featherly way وعلى رغم من أنه أعزب إلا أنه يعامل طلابه بطريقة أبوية كما لو كان أبا له he inspired them to be good citizens إنه يلهمهم أن يكونوا مواطنين جيدون who will form the future of our beloved country الذين سيشكلوا مستقبل بلدنا المحبوب بكل مبلاب يعني محبوب يبس سؤال الأولاني بيقول why do you think learning English is important لماذا تعتقد إنه تعلم اللغة الإنجليزية مهم ممكن نعلم في القطعة ونقول widely used language over the world لأنه اللغة الأكثر انتشارا حول العالم يبس دي جابت سؤال نمبر وان two how is mr. أحمد a good model for young teachers يعني إزاي نستاذ أحمد نموذج لكل المدر العلمون الصغار عندنا كلمة بيكوزة هي ببط نعرضو بيجاب سؤال التاني because he is updating himself all the time by attending a lot of teaching workshops and using the internet for the same purpose تبقى دي جابت سؤال التاني three what does the underlined word them refer to يعني كلمة زم دي بتشيل لمين طبعا بتشيل students الطلاب the students اللي لأي الطلاب four the word remote in the passage means كلمة remote في هذه القطعة تعني طبعا فارغ اللي أبعيد اللي رقم دي مستر أحمد ايس مستر أحمد بيكون unmarried يعني غير ايه غير متزوج تعالي حباب نشوفوا مواضينا الاسلامي اللي هو الايه الاسلاميات بيقول زكاة الزكاة is the third third يعني الثالث pillar يعني رقم of islam يعني الرقم الثالث من أركان الإسلام number two money and crops يعني المال والمحاصيل are protected يعني تحمى through زكاة يعني من خلال الزكاة number three through زكاة من خلال الزكاة the rich will يعني يعني يقصدون the hardest يعني قلوب وبزبور اللي مالفقر شوف يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم يعني هنا بس نقول the importance of the internet and society إن شاء الله كل الموضوعات الهمة بإذن الكريم سبحانه وتعالى يعني تقول لكم كل الموضوعات المهمة إن شاء الله مش حيط من المهم بإذن جاي ونشوف الترجمة translate into Arabic we must follow the rules we must يعني علينا follow يعني يتبع the rules اللي قواعد of personal and public hygiene اللي النظافة العامة والشخصية order to يعني لكي avoid يتجنب diseases الأمر يبقى نقول علينا أن نتبع قواعد النظافة العامة والشخصية لكي نتجنب الأمر الترجمة التانية علينا أن نفخر بالرياضيين الذين فازوا بميدليات في البطولات العديدة علينا يعني عنقول we should يبقى we should نفخر b يعني b out of الراضيون the athletes the athletes الذين يبقى هنقول a هو فازوا يبقى one ميدليات بميدلز في بقين بطولات عديدة يبقى نقول mini championships نقوم بقين نموذك تاني كده جماعة بيقول ايه جماعة number one if she is based a language course يعني لو قامت بدراسة لغوية او منك دراسي لغوي she would be able ستكون قادرة على to speak to foreigners التحدث الى الاجانب طبعا يا جماعة لو انت بصيت هنا في would زاد المصدر ف would زاد المصدر يبقى عايزة بعد الرابط الشرطي ماضي بسيط صح ماضي البسيط دراسي طبعا دي اللي رقم b number two when the alarm ring يعني عندما يرون انه نبت we is based building يعني عندما يرين جهاز الانزار نحن نغادر طبعا فرقبتوا جماعة هنا a l is building اللي رقم d لان ده امر مسلم به فدي طبعا تبع الحالة الصفرية والحالة الصفرية جماعة ممكن نستخدم مكان if way number three we should learn يعني علينا نتعلم عن about first aid يعني الاسعافات الاولية to help the injured لمساعدة المصابين number four you should have a new app يعني يجب يكون لديك طبيقا جديد a new smartphone mobile to understand لكي تفهم foreign languages يعني العغاية الاجنبية number five as best is a qualification qualification يعني مؤهل you receive تتلقاه when you finish عندما تنهي you reverse الجامعة طبعا تجري اللي يدرج علمية لرقم دي number six she played a trick يعني لعبة خدعة on me علي and everyone وكل واحد لاب ضحكة أو صخرة number seven he is based to hospital because he broke his heart يعني أخذ إلى المستشفى لأنه كسر ذراعا طبعا يجب عليك أن تقصر يديك والصعوب بالصابون أبطل يعني بعد استعمال the toilet للحمام إذا مصد اللي رقم دي طبعا لي يا جماعة مصد لأنه دي نصيحة قوية number nine don't misunderstand don't misunderstand my advice يعني لا تسيء فهم نصيحته all I want يعني كل ما أريده is that you stay safe اللي رقم C يعني كل ما أريده أنتظل بإيه ده ظل آمنا number ten before we drove onto the ship يعني قبل ما نصل أو نندفع إلى السفينة we had to drive up يعني كان علينا أن ندفع إلى الأمام أرام يعني مطلع ذات كراس أو له كراس متحرك excuse me معذرة I'd like to make a complaint يعني أود أن أعمل شكور complaint about this TV عن هذا التلفزيون طيب الطبيعي أن الباع سيقول علي إيه سيقول what's the matter يعني ما الأمر what's the matter أو ممكن يقول what's up أو what's the what's the you want to complete about فجل it doesn't work إنه لا يعمل فسأله سؤال جل يستر دي يعني عايز يقول متى اشتريته متى يعني وين وعشان خاطر الكلام في الماضي بقى نجيب did يبقى when did أنت اللي هو إيه بقى you وبعدين يشتري buy وبعدين it وقال له do you have the receipt يعني هل معك الإصال قال له yes here you are يعني نعم تفضله yes here you are يعني you are فسأله سؤال قال له no I want my money back يعني قال له لا أنا عايز الفلوس بتحت رجع لي فلوس يبقى نقال له ايه قال له do you want to exchange it do you want to exchange it تعال نشوفه مع بعضنا بقى سؤال القطعة the world of work is vast يعني عالم العمل كبير there is roads into employment for everyone with option to study at university through apprenticeship or progressing through work experience يعني بيوجد مسالك في العمل أو للتوظيف لكل شخص مع الاختيارات عن تدرس في الجامعة ومن خلال التدريب أو التقدم خلال أو التقدم في خبرة العمل job fairs are often held to give non-biased information about many industries يعني المعارض عادة ما بتعرف اللي تقدم معلومات محايدة عن العديد من الصناعات they can tell you about what qualifications skills and experience you will need and you can also find out about what you can expect to earn أنها أنها يمكن أن تخبرك عن الموهلات والمهارات والخبرة التي تحتاجها والتي تستطيع أن تكتشفها عندما تتوقع أن تكسب معيشتك كل مهنة لها تحدياتها والمكفاءات اللي خاصة بها التي يمكن أن تؤثر على قرار الفار إذا ما كان يلاحق هذه المهنة وبالتساوي مع زائد فهناك بعض السمايات ضرورية لبعض العظائف محدد على سبيل المثال المهنة الطبية يجب أن يكون عطوفا ومهتما وأن يكون لديه مهارات تواصل ممتازة كيف يكون عالم العمل طبعا أنا جمعا رقم قول القطع خلاص اه يا أول حاج سأقول لك خاطر 2 why are job fairs often held طبعا اللي في السطر الثالث في القطع برضو اللي يتوجب عن اللي في السطر الثالث اللي هي بيقول اللي هي بيقول اللي هي بيقول وليه بيقول اللي هي بيقول اللي هي بيقول اللي هي بيقول الكلمة اللي بتسوي كلمة طبعا كلمة اللي هي رقم دي لبير الحجم كلمة كلمة زي دي بتشر لإيه طبعا نشر للمبر بي لجوب سفارس جوب سفارس تعالي جمعا نشوف الإسلامي سليكشنز للمفترات الإسلامية الأغنية يفوزون يعني قلوب الفقراء السروح من خلال طبعا زكاة اللي هي رقم دي نمبر زكاة يعني الزكاة بتوفر الصروة والمحاصيل طبعا لالحماية اللي هي رقم دي نمبر سري يعني عندما تدفع الحصة المفروضة عليك النصيب المفروض عليك وبزكاة يعني بتحمل يعني تحمي الصروة بتاعتك يعني ضد لص الخسارة يعني التلات فعليك يا جماعة نشوف برضا جماعة نفس القصة بالنسبة للبارغرافات زا بست انفينشن زا ت ويهاف ترجي يعني أفضل اختراعنا من تلك اليوم إن شاء الله بإذن الله عندكم بس على القناة تابعوا كويس والتنسل الخاص بالبارغراف وربنا هيك إن شاء الله دعنا نشوف ترانزلي انتو أرق يبقى يبقى حزائك يمكن أن يحمل كثير من البكتيريا إلى منزلك وعليك 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 دائما أن تخلى حزائك على الباية طيب لو أمتلكت أموال كافية سوف أشتري سيارة ولكني أمتلك أموال قليلة لو يعني إف أمتلك إبقى آي حز أموال كافية إبقى إناف ماني والصفة طبعا تصد الإسم التي قبل سوف يعني آي ويل يشتري يعني بار صي أقار بط ولكني بعيد بلاك بط أيها يعني لدي أمتلك موال قليلة بل لتل مان تعالوا ما أشتري بالاختبار الثالث بيقول إيه جماعة نمبر وان العالم الطبيعي عاوند أس لفي رقم بي ذي في رقم بي البيع يعني يعني لم أرى صديقين هنزو شهر سبتمبر كلمة سنس هنا دل على المضارع التام اللي هو بتكون منها في أوزة صرفتات الفاعل وبالتالي ناخد رقم سي نمبر ستري ويل اي وز ريفيز ماي ليسونز يعني بلنمى كنت راجع دروسي يعني أمي كانت تعد العشاء هنا يا جماعة ويل بيجي بعدها ماضي مستمر والفعل التاني ماضي مستمر ليه لأن في تزام نمبر وينيفر اللاو اللاو يعني يسمح بوليينج اللي رقم بي اللي الملطقة أو الاعتداء في هذه المدرسة نمبر فايف يعني كلية الهندسة إتس هير انتنشن انتنشن يعني نية يبقى إس جوينج تو جوين لأن كلمة انتنشن دي بتدول على المستقبل القرية اللي بتكون من اما وإذا وار جوين بتو زائد المصر نمبر سيكس واي سبس يو فولنتير فولنتير يعني يتطوع اد زا يوث كلاب اللي نادي الشباب نيكست صمر الصيف القادم لما لا إبوا يولي رقم اين نمبر سيفن زكاتل الماشية are attract سوري زكاتل الماشية are attacked يعني تهاجم by lions everyday عن طريق القصود كل يوم ليه يا جماعة are attacked لأن زمن مضارع بسيط عرفت من كلمة everyday والمضارع البسيط في المجول بتكون من المفعول اما وإذا وار تسرى بتاك الفعل نمبر I want to write يعني أريد أن أكتب a short story يعني قصة خسيرة لرقم a it looks fun يعني تبدو شيئا جميلا نمبر 9 this is the bedroom يعني هذه هي الحسرة النوم التي فيها I sleep a name use my computer استخدم الحاسب الآلي and do my homework وأعمل الواجب طبعا نتبور يا جماعة لأن هنا اسم المكان وبعدها فاعل وفعل ما فيش حرف جار نمبر 2 I am your brother أنا أخوك and I will space you وسأدعمك as long as طالما I am alive طالما أن علاقات الحياة ندعم يعني صف بورد تعالي نشوك المحادثة دي أحمد بقول I am space all my friends are away on holiday كل أصدقائي بعيدا في الأجازة يبقى هو شعر بال بالملأ يبقى أنا أقول يعني لما لا تمارس رياضة أو تعمل عمل في المدينة فهي يقول إنها فكرة جيدة فقال سأل سؤال ثاني قال do you know يعني تعرف what I could do أي اللي ممكن أعمله قال your cousin ابن عمك Hilbert يعني ساعدة يعني يقول إن زتاون في المدينة يعني أو ممكن نقول مثلا planting trees أو ممكن نقول إن أشاركي في مؤسسة خيرية كل دي إجابات محتملة do you remember هل تتذكر قال did he enjoy it وقال yes why don't you go يعني لماذا لا تذهب عند أي بسكتبول حيعمل إيه في البسكتبول مكتب حب لأي يعني 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 I love sports أنا أحب الرياضة at primary school and I like وأنا أحب the kids الأمر الأطفال دعالوا كده يا جماعة نشوف القطع كده مع بعضنا it's day one at a new school in a new town يعني أول يوم في مدرسة جديدة في مدينة جديدة you are wearing cool new clothes وإندك مرتديا ملابس جديدة but you don't know anyone ولكنك لا تعرف أي أحد and you aren't sure where to go وليست متأكد أين تذهب starting at a new school feels so hard يعني البداية في المدرسة الجديدة لأنك ليس لديك أصدقاء منك لكي يساعدونك it's very easy to feel stressed ومنش سهل جدا أن تشعر بالتوتر but life will get easier ولكن الحياة ستكون أسهل here is some advice to help you وهذه بعض النصائح لمساعدتك you can make friends by joining clubs or doing sports تستطيع أن تكون الصدقات بالالتحار بالنواد الرياضية أو ممارسة الرياض number one what is the main idea of the text يعني الفكرة الرئيسية في هذا النص اللي هو عقول the first day at a new school اللي هو بيعتبرها day one at a new school اللي هو بيعتبر القطع عندها two what do you wear at day one at school الجملة اللي بعدها على طول اللي هو بيعتبر you are wearing the new clothes three how can you make friends برضه باخر القطع خالص اللي هي by joining اللي هي للالتحار clubs for or doing sports أفحح four there are space advice in the text يعني يوجد بعض النصائح في النص اللي هي رقم إيه ليصال five it's easy to feel يعني من السهل أن تشعر بإيه طبعاً يا جماعة تشعر بفريشة اللي هي الضغط يعني islamic selections منقول لكماعة في الإسلامي selections number one a Muslim should get rid of get rid of يعني يتخلص من himself of his minor يعني صغير since اللي هي الزنوب اللي هي رقم إيه number two fasting الصيام is the abstention هو الامتناع from eating من الطعام and drinking والشرب from down down للفج to sunset إلى الغروب number three ذكاة is considered يعني الزكاة تعتبر an important pillar pillar يعني ركن أو عمود of Islam للإسلام الباراغرافة على الإنترنت إن شاء الله زي ما أعطكم طيب تعالوا الترجمة يا جماعة will translate into Arabic number one I am going to buy new closes for the party الحفل next weekend يعني أنوي هنأشتري بعض الملابس الجديدة من الحفل الأسبوع القادم translate into English سوف يستعمل الفندق الجديد مواد وطاقة آمنة على البيئة طيب سوف يستعمل الفندق الجديد يبقى فين الفاعل الفندق الجديد يبقى نقولها بالإنجليش زي ما يو خطل سوف يعني will يستخدم يعني use environmentally friendly environmentally mentally friendly مواد مواد عنقو materials وطاقة آمنة عنقو الآن save energy save see on the environment كومنتي أنا على البيان عزي طلبة الأظهر الشريف مراجعة إسلامك إن شاء الله بإذن الله عز وجل مش هيقتل الخرش منها الامتحان عموجود عندنا في كتاب المعاصر بجي سيكستيون صفتوعة ستين نمبر وان ذكات إزاز بيز بيلر أف اسلام بيلر يعني الرقم الزكاة يعي الرقم الاي من أركان الإسلام طبعا ذسير دي بيلر يعني الرقم الثالث من أركان الاي لإسلام يابن نجرأ كمان مرة ذكات الزكاة الذسيرد هي السالث بيلر يعني رقم أف اسلام نمبر تو شوز سوليداريتي اللي بتبين التضامن سيكيوريتي الأمن الامن الود يعني في المجتمع المسلم مين اللي بتبين التضامن والامن والود في المجتمع المسلم طبعا زكاة اللي رقم ايه يبه زكاة شوز سوليداريتي سيكيوريتي الود الود يعني عن طريق دفع زير بريسكرايب شيرز يعني الانصبة المفروضة بريسكرايب يعني مفروض وشيرز اللي هي رقم سي يعني انصبة اوف زكاة ان دير ويلس السروة اند كروبز زاريتش وين يعني الاغنياء يفوزونة وين زهارتس اوف زبور يعني قلوب الفقراء تاني باي بيينج زير بريسكرايب شيرز اوف زكاة ان دير ويلس اند كروبز زاريتش وين ذهارتس اوف زبور نمبر فور زكاة بروفايدز يعني الزكاة توفر ويلث الثروة اند كروبز المحاصيل ويز بروتيكشن اللي هي رقم اي يعني بالاي بالحماية تاني زكاة بروفايدز يعني توفر ويلث الثروة اند كروبز والمحاصيل ويز بروتيكشن اللي هي الحماية او الوقاية نمبر فايف ويقول زكاة يعني نحن نسمي الزكاة زابور ديوز اللي رقم بي يعني حق الفقراء زابور ديوز يبقى ويقول زكاة زابور ديوز نمبر سيكس زابور فيل يعني الفقراء يشعرونه بليزد بليزد يعني مسرور and satisfied اللي هي رقم اي يعني راضي وين زي جيت زكاة عندما يحصلون على الزكاة يبقى زابور فيه فيل بليزد and satisfied وين زي جيت زكاة نمبر سيفن زكاة الزكاة is considered يعني تعتبر an important يعني مهم بيلر لرقم اي يعني رقم اف اسلام يبقى كمان مرة زكاة is considered تعتبر an important بيلر اف اسلام نمبر ايت وين يو باي عندما تؤدي يور برسكرايب بشير يعني نصيبك المفروض برسكرايب بشير اف زكاة يعني النصيب المفروض من الزكاة يورد لي انك حقا insured يعني تحمي او تقي لرقم بي your wealth الثروة بتوحتك against يعني ضد loss الخسارة damage التلف and destruction الضمار يبقى وين يو باي يور برسكرايب تشير اف زكاة يورد لي انشور your wealth against loss damage and destruction نمبر لاين زكاة بروتيكت سويلس الزكاة تحمي الثروة and crops والمحاصيل against loss ضد الخسارة damage التلف and destruction اللي رقم دي اللي هي الضمار يبقى كمان مرة زكاة بروتيكت سويلس and crops against loss damage and destruction نمبر تن سروة كات من خلال الزكاة the rich win اللي رقم اي يعني يفوزون the heart of the poor يعني يكسبون قلوب الفقراء تاني سروة كات the rich win the heart of the poor